مناسك الحج يوم الجمعة الركن الأعظم وقفة عرفات كل سنة وحضراتكم دايماً بألف خير عيد الأطحى المبارك إن شاء الله يوم السبت القادم كل سنة وحضراتكم بخير أجازة طويلة في الحكومة المصرية أعلنها النهاردة رئيس مجلس وزراء تستمر أيام طويلة منتظرين القضاء الخاص كمان يدي أجازات البنك المركزي لسه كمان منتظرين يدي أجازات وبالتالي هتكون في مصر كمان أجازة طويلة في العيد العيد الأطحى المبارك بند الناس أجازة الناس تستريح شوية يعني ياخدوا أجازة يستريح شوية وبالتالي يعني لمدة عدة أيام أجازة الحكومة طويلة جداً وزي يقول لها حالك وطبعاً ممكن يتواكب ممكن كذا لكن على الأقل نحن الحمد لله بنتكلم على بلد الحمد لله وضعها الحمد لله مستقر الحمد لله وآمن ولكن زي يقول كده الناس اللي كانوا بيراهنوا البلد دي ممكن تروح فين البلد دي بارح بتفتتح مشروعات بسم الله ما شاء الله أكبر محطة في قارة إفريقيا هواء المنطقة محطة عدل منصور المحطة الأكبر الأطخم بنتكلم على شغل بيتم العالم بيتكلم على عنده مشاكل غاز وعنده هيوقف صناعات ودول كبيرة بتكلم على دول كبيرة جداً ولازم نبعارفين الناتج القومي أو المحالي لهذه الدول مش عايزين نتكلم علينا ونتكلم عليهم ولكن مش عايزين نعملوا هذه المقارنات بس هكتبه عارف اللي انت بتعمله لا يتناسب مع دخلك أو على إنتاج بتاعك أو الناتج بتاعك أو دخل مصر لكن فضي ربنا كرم ربنا فالعالم هنا بيتوقف وهناك الكلو بيتكلم على الأزمات وإحنا هنا بنشتغل ودي قوة الدولة المصرية إنك قدرتي تعمل هذا التوازن وتاني في نفس الوقت اللي انت بتتكلم فيه وانت النهاردة ما ينفعش إن أنا أجي أقول يوم الأيام بلاش هنا وبلاش هنا ونقلل هنا ونشتغل هنا ونستنى هنا طب والناس اللي عايزة تعيش المواطن اللي محتاج النهاردة بينزل الصبح يروح شغله عشان يرجع بفلوس لولاده يشتري احتياجات ولاده داخلين على عيد عايز يجيب لحمة لولاده من حقه يجيب اللحمة من حقه يجيب لحمة من حقه يوفر مصريف لولاده اللي عايز يصيف منهم يصيف حتى يروح أي مصير ما احنا عندنا مصيف لكل المصريين ما حدش يقول لي ما بعرفش صيف لا احنا عندنا المصيف لكل الناس من الطبقات كل الطبقات اللي هي المصيف اللي هي عازها من أول حدك بتروح مصيف بالمجان شواطئ بالمجان بتروح شواطئ بالمجان مش تدفع شواطئ بخمسة جنيه لكل المصريين اللي عايز وعندك شواطئ أخرى اللي عايز يدفع أكتر وبالتالي عندك لكل حد ناس عايز أجازة ما ياخد أجازة حقه ياخد أجازة اشتغل طول السنة وبالتالي له حق انه يلا بينا نطلع أجازة اطلع أجازة وعيد وبالتالي زي نبول حقه دي البلد اللي احنا نقدر نتكلم عليها النهاردة بتعمل ايه مصر في ظل هذه الأزمات اللي بتضرب تضرب العالم كله مش مصر بس العالم كله ولكن فضل ربنا وقفين وسبتين